اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في الأسبوع الماضي يوم عشرين كانوا لأول الفين واثنين وعشرين عقدة في الأرض المؤتمر اسمه مؤتمر بغداد الثاني هذا المؤتمر دعت اليه فرنسا وهو النسخة الثانية من مؤتمر عقدة في بغداد في عام ٢٢١ عام الماضي وكان رئيس الوزراء أنا ذاك هو مصطفى الكاظمي وأيضا فرنسا هي اللي دعت مجموعة من الدول بينها مصر والأردن وإيران طبعا وتركيا ودول الخليج السعودية ودول الخليج دعتهم والغاية من هذا المؤتمر هو دعم العراق وتقديم كل شيء للعراق بغض النظر عن هذه المسألة لكن أول نقطة قال عن هذا المؤتمر الذي عقده يوم الثلاثاء الماضي في الأردن هو أنه مؤتمر ولد ميته وسأقول لكم لماذا ولد ميته لأن مؤتمر اسمه بغداد ويعقد في بلد آخر في الأردن بغض النظر عن رأينا أن الأردن بلد عربي وهو دار لكل العراقين وكل العرب لكن مؤتمر اسمه بغداد ويبحث قضية لدعم بغداد لدعم العراق لدعم الحكومة الحالية ودعم العملية السياسية ويعقد في الأردن هذا يدلل على أنه كل الأطراف المشاركة في هذا المؤتمر ليس لها ثقة لا أمنيا ولا سياسيا بالتواجد في بغداد لأنه تعرف أن من أسس هذه الحكومة حكومة محمد شيع السوداني هو الإطار التنسيق اللي هو مجموعة ميليشيات تابعة لإيران فلم يريدوا أن يعني رفضوا أن يحضروا إلى بغداد رفضوا أن يحضروا إلى العراق وعقد المؤتمر في الأردن هذه أول نقطة تدلل على أن المؤتمر لا قيمة له وهو ولد ميته النقطة الأخرى التي تتعلق في مؤتمر بغداد أنه يعني فرنسا قالت أنه هذه قمة تجمع دول الشرق الأوسط دول المنطقة بما ذلك إيران والسعودية لدعم العراق والعملية السياسية محمد شيع السوداني قبل أن يذهب إلى المؤتمر قال أنه نذهب إلى المؤتمر لأن المؤتمر يمثل منصة مهمة لعرض أولوياتنا الاقتصادية والخدمية والمشروع الذي نتمناه في التكامل مع دول المنطقة في الجانب الخدمي والشراكة الاقتصادية أولا قضية التكامل يعني اقتصاديا سياسيا علميا اجتماعيا يجب أن يكون تماثل هذه من أولويات هذه من البديهيات يجب أن تكون سياستك مشابهة وتماثل سياسة الآخرين لكي تتكاملوا معها يجب أن يكون اقتصادك بمستوى يعني مقارب لمستويات الآخرين لكي تتكامل معهم يجب أن يكون رؤيتك قريبة لرؤية الآخرين لكي تتكامل معهم لكن أن تفكر بإطار آخر وسياستك فوضى وأمنك مفقود وكل المشاركين لا يحضرون في بلدك لأنه أمن غير موجود وسياستك فوضى وخراب ودمار وما يثقون بهذا الوضع وانت تتحدث عن تكامل كيف يكون هذا التكامل الاقتصادي كيف يكون التقارب أو التكامل المعرفي التكنولوجي الحضاري النهوضي يجب أن هناك تماثل هناك نقاط تلتقون فيها ما هي النقاط التي يلتقي فيها العراق مع كل هذه الدول قال يقول أنه هو يعني رئيس الوزراء النقطة الثانية قال تهمنا المحافظة على نظام إقليمي وعلى التعايش السلمي وحل الخلافات عن طريق الحوار بعيدا عن استخدام العنف وكذلك التأكيد على دور العراق في الرياضة في التقريب بين وجهة النظر المختلفة أولا على العراق قبل كل شيء على هذه الحكومات من عام 2003 لحد الآن أن تسعى للتقارب بين الشعب العراقي أن تحل مشاكل الشعب العراقي الشعب العراقي مين جزء مقسم إلى تقسيمات غريبة عجيبة الكل يرفع راية الكل لجزيرة يحكمها ميليشيات في صفحة وكل ميليشية لها توجه توجه وكل ميليشية تحمل سلاح وكل مجموعة لها وضحها الاقتصادي وكل هذه مصيبة أنت أولا أحكم بلدك وحسن من وضعية بلدك وشعبك العراقين يهاجرون والشباب يبحثون عن الهجرة ورمون نفسهم بالبحار وبالأماكن البعيدة والحدود البعيدة والكثير منهم يموتون لكي يهربوا من العراق لكي يجدوا وطنهم يعيشون به بكرامة وأنت يعني يعني تلعب دور ساعي البريد بين الدول بين إيران والخليج هذه اللعبة معيبة ويكفي الخوف فيها يكفي شعب العراقي ما عاد يتحمل هذه اللعبة الغريبة وزارة الخارجية الحالية تقول أن مؤتمر بغداد الثاني سيؤكد على الدول المشاركة فيه للعراق يعني لدعم العراق بملفات السيادية والأمين والاستقرار ودعم العملية السياسية والمسيرة الاقتصادي والتنموية وإعادة الإعمار وسيبحث تطوير آليات التعاون الأقليمي في مجالات مكافحة الأرهاب والأمن الغذاء والأمن الماء والطاقة لا حول رقب وتل لا بالله وضع من أسوأ ما يمكن عملية سياسية الكل يعرف دول الأقليمية ودول العالم وكل الدنيا تعرف مبنية على المحاصصة الطائفية والعرقية وجاءت منذ عام 2003 لحد الآن بالخراب والدمار للعراق وقسمت العراقين ومزقت بلدهم دعكة من الهراء والأمريكي المرفوعة التي تدفع باتجاه مجاملة العراق وباتجاه يفتحون سفارات وتحدثون بلغة تدعم العملية السياسية واقع الحال هو من أسوأ ما يمكن العراق في أسوأ حال وعشرين سنة وانتوا لماذا تريدون تدعمون العملية السياسية إذا كنتوا تناجحين وانتوا قادرين أن تبنون تجربة تقولون أن تجربة مثال للآخرين بالديمقراطية والحرية والازدهار لماذا تريدون للآخرين يدعمون لماذا ينسون مؤتمرات لدعم العراق يعني ماذا افتهم الهدف نقول فرنسا كما تقول فرنسا جميع جيران العراق وشركائها حول طاولة الحوار في محاولة للمضي قدما في تعزيز الحوار الموضوع ربما يعني دعونا نقول هكذا يعني طبعا الموضوع قبل كل شي حضرت مصر والأردن وإيران والسعودية وقطر ومارات فرنسا طبعا حسب كل من تمثيل كما يعني رأيته حكومته لكن دعونا يقول أن فرنسا سواء برضاء أمريكي أو أو تريد أن تخالف أمريكا فرنسا تبحث لها عن دور في العالم فرنسا تعرف أن الساحة العراقية ليست ساحتها ساحة العراقية ساحة أمريكية إيرانية لا يمكن لإيران لفرنسا أن تكون لاعبا فيها هذا وقع الحال لا هي أول التحاد الأوروبي هذا وقع الحال أمريكا هي اللاعب الأساسي في هذه الساحة وهي المالكة لهذه الساحة عندما تأتي فرنسا ماذا تريد أن فرنسا في المؤتمر الأول والمؤتمر الثاني تريد أن تقرب إيران إلى الآخرين تريد أن تقرب إيران تريد أن تلعب دور حمامة السلام بين إيران ودول الخليج والدول العربية لكي تسوق إيران لكي تبقى إيران بهذا المنهج لكي تحاول أن تساعد إيران في قضية الملف النووي لكي يقبل العرب من الخليج بوجود إيران بهذه الطريقة بهذا التغول الإيران في وجود إيران في سوريا واليمن ولبنان والعراق بهذه الطريقة ويقبل بالواقع تعاون مع العراق كونه يمثل مخلبا من مخالب إيران بميليشيات التي تحكمه وهكذا واقع الحال هكذا يقول لأنه حتى في مؤتمر عمان جاءت بالاتحاد الأوروبي وكذلك يناقشوا إيران في قضية الملف النووي وكيف يمكن إقناع إيران لكي توافق على الشروط الأمريكية ويمضل الموضوع مثل ما يريدون هذا واقع الحال فبالتالي مؤتمر فاشل ولد ميتا والدول ليس لها ثقة يعني عمليا ليس لها ثقة في النظام العراقي في الوجود هذا العراقي كله لكنها يعني بخطابات ودية وخطابات إعلامية ليس أكثر وعندما تنظر إلى ما حققه مؤتمر بغداد الأول قبل سنة ستجد أنه لم يحقق شيئا وبالتالي هذا المؤتمر لن يحقق شيئا مجرد خطابات مجرد يعني لعبة إعلامية محاولة الالتفاف وتسويق إيران بطريقة وبأخرى والعراق لن يكسب شيئا منه سوى أنه يعني تحت اسمه تجرى كل هذه العملية وحتى المكان الذي يجب أن يعقد فيه المؤتمر في بغداد في العراق وفي بغداد لم يعقد المؤتمر عقده في دولة أخرى وهي الأردن هذا واقع الحال فبالتالي أي مؤتمر هذا الذي يتبجحون به يعني ويتحدثون عنه أنه مؤتمر مهم ومؤتمر له وزنه وزارة الخارجية تقول إحنا سيادتنا واستقلالنا ويجب أن يدعم وليش سيادتك واستقلالك يحتاج أن يدعموها الآخرين لو أنت تدعمها وأنت تحافظ عليها وميران تقصف وتدخل وتخرج لا أحد يتحدث عنها ماذا واقع الحال وهي القوى التي الحاكمة في العراق من هي وماذا تريد وكيف تتصرف تتصرف في رؤية عراقية وعربية وتحافظ على المنطقة تحافظ على السياسة الإيرانية وتنفذ السياسة الإيرانية هذا واقع الحال لذلك نقول مرة أخرى أنه هذا المؤتمر يعني ولد ميتا ولا يساوي شيئا واقع الحال ووقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير عزيزة المشاهدين ولتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة